بعد سنوات من التوتر بسبب برنامج كوريا الشمالية النووي قال وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو الاثنين إن المفتشين الدوليين سيزورون أهم منشأة لاختبار محركات الصواريخ وموقع بونكيري للتجارب النووية فور اتفاق الجانبين على الأمور اللوجستية وأضاف بومبيو في إفادة صحفية في سيؤول قبل توجهه إلى بكين إن الجانبين قريبان جدا من الاتفاق على تفاصيل قمة ثانية اقترحها كيم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالة الشهر الماضي للتحقيق تقدم حقيقي كما أشار المبعوث النووي الأمريكي الجديد ستيفن بيغن الذي رافق بومبيو أنه اقترح الاجتماع بنظيرته تشويسون هوي نائبة وزير خارجية كوريا الشمالية في أقرب وقت ممكن وجاء في تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم عبر عن رضاه عن المحادثات التي وصفها بالبناء والرائعة مع بومبيو حيث جرى استيعاب المواقف المتبادلة بالكامل وتبادل الآراء وتعليقا على اجتماع بومبيو وكيم قال رئيس كوريا الجنوبية مونجاي أنه من المتوقع أن يزور كيم روسيا قريبا كما من المتوقع أن يسافر الرئيس الصيني شي جينج بينغ إلى كوريا الشمالية زيارة بومبيو لكوريا الشمالية هي الرابعة هذا العام وتأتي بعد فترة جمود بسبب مطالبات واشنطن لبيون كيانغ باتخاذ خطوات لا رجعة فيها للتخلي عن ترسانتها النووية بما في ذلك تقديم حصر كامل لأسلحتها ومنشآتها ترجمة نانسي قنقر